التقى مدير عام مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي برؤساء فروع الاتحادات الرياضية وأنجية المحافظة وقيادة مفوضية الكشافة والمرشدات لمناقشة خطة إعادة تجشيل النشاط الرياضي والشبابي في المحافظة وكذا مشاريع التنمية وإعادة التاهيل للمنشأة الرياضية ومقرات الأندية وناقش المخلافي مع رؤساء الفروع الانشطة الرياضية في القدم والطائرة واليد وكذا ألعاب الظل المزمع إقامتها من فروع الاتحادات خلال الأيام القادمة احتفالا بالأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر وكذا للسعدادات الجارية من قبل الفروع لعادة تفعيل الأنشطة والألعاب في الأندية الرياضية واطلع على الاستعدادات والتجهيزات المقامة لتجشيل الموسم وأكد المخلافي على اهتمام الوزارة بالمحافظة والتأكيد على توفير كافة الاحتياجات لتجشيل النشاط وتأهيل المرافق الرياضية ومقرات الاتحادات كما ناقش المخلافي مع رؤسي أندية المدينة الريف العوائق القائمة في مقرات الأندية والسبل الكفيلة لمعالجة تلك العوائق وبما يعيد قدرات الأندية ويوفر لها الاحتياجات اللازمة